عندي برضو كده حاجة من الكواليس واحنا دايما بنحب نشتغل على الكواليس ولابط الأخبار والمعلومات الساعات الأخيرة في الاتحاد الإفريقي كان فيه غضب كبير جدا من بعض التواقم التحكمية اللي قدرت مباريات في كهس الأم الإفريقية وانا عارف الأخوة في المغرب وفي الجزائر وفي تونس متابعيننا بشكل كبير جدا عايز أقول لكم ان الحكام اللي ظلموا المنتخبات العربية في طولة الأم الإفريقية يمكن فيه غضب كبير جدا داخل جهاز الكنفدرالية على أداءهم في الفترة الأخيرة أبرزهم الحكم الجابوني بير أتشو الحكم الجابوني بير أتشو توم أبو نجيل الحكم الجنوب إفريقي برضو فيه مشكلة يعني حصلت معاه بعد إدارته الغير جيدة في الفترة الأخيرة حكم موريشيوس اللي كان موجود حكم رابع في مباراة لمصر والكنغو الدموقراطية رجع من كهس الأمم خلاص مش هيكمل مشوار إدارة المباريات مع الحكام وكمان طاقم تحكيم مباراة السنغال والكودي فور المباراة اللي كان بيدرها الحكم الجابوني بير أتشو واللي كان معا على تقنية الفور الكابتن محمود البنة والحكم المغربي سمير القزاز هؤلاء تم استبعادهم ورجعوا من الكودي فور بعد الأخطاء التحكمية اللي شهدتها مباريات كهس الأمم في الفترة الأخيرة بعد مباراة دوري التمانية اللي هتختتم النهاردة مرشح جدا حكمين كبار جدا هيرجعوا مش هكشف عن أسمائهم دلوقتي ولكن فيهم حكم مصنف ضمن أفضل خمس حكام على مستوى إفريقيا ضمن أفضل خمس حكام على مستوى إفريقيا التحكم في البطولة دي أنا مركز فيه جدا لأن بعد بطولة كهس الأمم عندنا مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا فبقى عندي هستوري كل واحد في البطولة دي تقال له أنت كويس واللي تقال له أنت وحش واللي تقال له أنت عندك أخطاء إيه واللي تقال له أنت تقدم فيك شك وهتكمل ولا مش هتكمل لأن المفاجأة الكبيرة اللي جات لي كمان إن قائمة الحكام البروفيشنال في الكاف هيتم تعديلها وفيه 2-3 حكام هيخرجوا من القايمة دي بعد كاس الأمم وبالتالي التصنيف هيتم تعديله وتغيره حاجة أخيرة الحمد لله الحمد لله لما وقفنا في ظهر محمد عادل وأمين عمر ومحمد معروف إحنا كنا وقفين في الحق مش وقفين في صف ناس عشان نجاملها إحنا كنا وقفين في الحق وكنت وقف في صف الحكام المصريين التلاتة تحديدا اللي ذكرت أسمهم لأنك تعدي معلومات من قبل كاس الأمم وقبل الإعلان عن قائمة الحكام إن التلاتة تحديدا هيتم الاعتماد عليهم في عدة مباريات في كاس الأمم الإفريقية وتحديدا محمد عادل أنا أقول يعني خليكم حارسين على استمراره في القائمة الدولية لأن الكاف هيعتمد عليه في مباراة كاس الأمم أدار مباراتين والنهاردة هيدير المباراة الثالثة عند مباراة قوي جدا ما بين الكودفور ومالي وخذوا بالكم النقطة مهمة جدا محمد عادل أدار مباراة في دورة الستاشر كانت ما بين الرأس الأخضر وموريتانية والنهاردة هيدير مباراة في دورة الثمانية وقلما تشوف اللجنة سواء في الكاف أو في الفيفا أو حتى في الويفا تدي حكم مباراتين في أدوار متتالية إلا نتيجة إن الحكم ده متميز ودرجة تقييمه في البطولة الإفريقية عشرة على عشر عشرة على عشر إحنا كنا وقفين في صف الحق وفت في صف محمد عادل وأمين عمر ومحمد معروف وقلت الحكم دي لازم يتم دعمها عشان الحكم دي مطلوبة بشكل جميل جدا في كاس الأم وبالفعل الافتتاح أداره أمين عمر محمد معروف خاد مباراة محمد عادل النهاردة المباراة التالتة لي وفي حكم مصري من التلاتة مرشح لمباراة في نصف النهائي المباراة النهائية صعبة المباراة النهائية غالباً هيخدها حكم من غرب أو جنوب القر مش هيخدها حكم من شمال إفريقيا يعني فيها كده مناقشات الموضوع صعب شوية إلا لو حصل ضغط قوي في الساعات اللي جاية ولكن الحكم المصري تحديداً اللي احنا يهمنا نتكلم عليه لو هيخد مطشات تانية غالباً في مباراة نصف النهائي لأن التلاتة لسه مكملين في بطولة الأمم خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز النقاط المطلقة على ملف التحكيم اللي احنا هنا كنا بنحارب عليه لمصلحة التحكيم المصري ليش لمصلحة شخصية أنا فاكر وقتها قلت أنا بتكلم لمصلحة التحكيم المصري والأيام بتثبت إن كل كلمة قلتها بتم دلوقتي تنفيذها على أرض الواقع في الكودفور لمصلحة التحكيم المصري في توقيت كانت اللجنة نفسها عايزة تستبعد حكام من القائمة الدولية وتكتب شهادة اعتزالها رغم أن الكاف معيعتمد عليها في الفترة اللي جاية